في عملية أمنية مشاركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من ثلاثة عناصر يرشطون في كل من إسبانيا والمغرب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أوضح أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية قد أسفرت عن توقيف عنصر متطرف بشتوكا إتباه بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا الموقفون في هذه القضية والذين بايعوا تنظيم داعش كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب وفق ما أبانت عليه الأبحاث المنجزة كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين بتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين للقتال في هذه المناطق عملية التفتيش المنجزة بمازل الموقوف بشتوكا إتباهة مكنت من حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي يتم إخدعها للخبرات التقنية اللازمة إضافة إلى قناع وسلاح أبيض عبارة عن أداة حديدية رد وكذا مخطوطات تمجد تنظيم داعش وقد تم وضع الشخص الموقوف بالمغربي تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهابي والتطرف بينما ستتكلف السلطات الإسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة مع عضوي هذه الخلية الموقوفين بإسبانيا العملية الأمنية المشتركة تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية بهدف تحييد جميع أنواع المخاطر والتهديدات الإرهابية المحدقة بالبلدين كما تهدف كذلك لتعزيز التعاون الثنائي لفك الارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تنشط بين البلدين ترجمة نانسي قنقر